بسم الله الرحمن الرحيم محاسبة التكاليف والإدارية 2 تابع الوحدة الخمسة الموازن المرنة وتحليل الانحرافات هنأخذ الآن مثال على التحليل الشامل ثنائي تستخدم إحدى المشاهد الصناعية نظام الموازنة المرنة في تخطيط غريقابة التكاليف الصناعية الإضافية ولقد أمكن تجميع البيانات التالية عن بانود التكلفة ووحدات النشاط المستخدمة عندي أول بند 20 ألف ساعة دي اسمها ساعات التشغيل المخططة أو الطاقة العادية دي اللي بتكون مقام معادلة معدلات التحميل وعند هو ده المقام وعند 10 ألف ريال تكلفة سابتة مخططة 5 ريال معدل التحميل المتغير المعاري لكل ساعة التشغيل 8 ساعات الاحتياجات المعارية لوحدة الإنتاج اللي بيسموها ساعات معيارية للوحدة وعند 24 ألف ريال تكلفة الإضافية الفعالية وعند 4000 وحدة حجم الإنتاج الفعالي المطلوب تحليل انحرافات التكاليف الصناعية إضافية في ضوء الموزنة المرنة بطريق التحليل الصناعي الحل أول حاجة عندي أربع أشياء لازم أحددتهم الأول قبل مبدأ الحل تحديد معدلات التحميل عندي معدل التحميل المتغير ده كان معطى في التمرين بخمسة ريال ده قانونه لو كان مش معطى معدل التحميل الثابت اللي هي التكاليف الإضافية الثبتة مخططة أو تقديرية كانت معطى بعشر تلاف مستوى النشاط المخطط أو التقديري اللي هي الطاقة العادية اللي هي الطاقة العادية كانت معطى في 20 ألف ساعة يبقى عشر تلاف على 20 تطلع نصف ريال لكل ساعة ثاني حاجة التكاليف الإضافية الفعلية دي معطى متغيرة وسبطة مع معدك معطى بـ 4.000 تالت حاجة التكاليف الإضافية المعيارية المحملة أو المستوعبة بتيجي ازاي ساعات معيارية للوحدة في الانتاج الفعلي في معدل تحميل متغير زايد كرر نفس الكلام ساعات معيارية للوحدة في الانتاج الفعلي بس في معدل تحميل سابط المرات نعوض 8 دي الساعات المعياري في الوحدة في 4.000 دي اللي هي الانتاج الفعلي في 5 اللي هي معدل تحميل متغير كان معطى بداية القص الأول زايد القص الثاني برضو 8.000 في معدل التحميل السابط حسبناه نصف القصين واجمحهم على بعض تطلع 176.000 رابع حاجة الموازنة المرنة بتساوي ساعات معيارية الوحدة في الانتاج الفعلي في معدل تحميل متغير زايد السابطة المخططة نعوض 8.000 في 5 زايد 10.000 اللي هي السابطة المخططة دي كانت معطى نصفها تطلع 170.000 حددنا الأربع أشياء نبدأ نحط التحليل السناي انحراف الإجمالي ونعوض تعويض مباشر إضافية فعالية ناقص إضافية معيارية محملة مستوعبة نعوض دي كانت معطى ودي حسبت يبقى 82.000 بالسالب أي في صالح المنشأة ويحلل إلى انحراف الموازنة المرنة إلى إضافية فعالية ناقص الموازنة 94 ناقص 170 تطلع 76 بالسالب أي في صالح المنشأة تاني حاجة انحراف الحجم بيسوي الموازنة المرنة ناقص التكلفة المعيارية المحملة المستوعبة يبقى 170 ناقص يبقى 176 يبقى 176 تطلع 6000 بالسالب لو جمعنا الاثنين دول مع بعض هللاقي مجموحهم دي بالسالب ودي بالسالب يبقى لما يكون الاثنين الإشارات المتحدة نجمع 76000 وستة يبقى 82000 وياخدوا إشارة السالب اللي هو نفس الإنحراف الإجمالي نشوف المعادلات دي بالشكل التالي أنا عندي ثلاث بنود تكاليف حددتهم التكاليف الخاصة بالإضافية الفعلية أربعة وتسين ألف والموازنة المارنة اللي حسبناها 170000 والإضافية المحملة أو المعيالية ومستوعبة 176000 لو إحنا طرحنا الفرق بين الاثنين الفعلية والإضافية المحملة يطلع الإنحراف الإجمالي 82000 بالسالب يعني في صالح المنشأة طب لو طرحنا الفرق بين الاثنين دولة الفعلية نقص الموازنة المارنة يطلع إنحراف الموازنة المارنة 76000 بالسالب يعني في صالح طيب لو خدنا الفريبين الاثنين دولت يطلع انحراف لحجم 6000 في صالح المشعب السالي ومجموع الاثنين دول هو الانحراف الإجمالي